اشتركوا في القناة الهيدروليك ديزاين بالنسبة لي أصلاً عبارة عن إيه؟ الهيدروليك ديزاين بالنسبة لنا عبارة عن كذا حاجة يعني كذا حاجة يعني المسألة بالنسبة لك هتبقى جاية إزاي؟ في أربع مسائل للهيدروليك ديزاين ممكن تجيلك في الامتحاد هي المسألة دي؟ أقول مسألة أن هو يديك قطاع مجرى مائي زي ده ويبقى في الآخر ما عندكش أي حاجة لإن ولا إس ولا أر ويطلب منك كومبليت هيدروليك ديزاين فور ريجليتور يعني كومبليت هيدروليك ديزاين فور ريجليتور تاخد بالك أن هيدروليك ديزاين ده يقصد بيه حاجتين الهيدروليك ديزاين للفتحات والهيدروليك ديزاين للجيومتري بروفايل تاني الهيدروليك ديزاين يقصد بيه حاجتين الهيدروليك ديزاين للفتحات والهيدروليك ديزاين للجيومتري بروفايل يعني ايه جيومترو بروفايل؟ تعالنا نشوف الاول الهيدرونيك ديزاين بتاع الفتحات. ايه الهيدرونيك ديزاين بتاع الفتحاتة باشي ماندس? ده اللي هي الخطوات العادية جدا اللي كنا بنشتغلها عشان نقدر نحصل على الان والاس ونشيكلهم اربع حاجات. check velocity. check وكنا بنقول ان ال V regulator ما بين الواحد والاتنين متر على الثانية والركومنديشن اتنين في داونستريم واقل من ثلاثة في داونستريم. وكنا بنقول ان ال L T بتساوي N في S زائد N ونوصل واحد في ال R. فكنا لازم نحسب ال N و ال S بدلالة ال V R. انا فرطت ال V R بخواحد ونصف. وعندي Q. فجيب الاريا وتروي. الاريا وتروي بتساوي N في S في Y داونستريم. N في S في Y داونستريم. تمام يا باشواندس. N و S ارقام صحيحة. لأ. N رقم صحيح. و S زي ما تيجي. طيب ال Y داونستريم اللي هو متدولك في المسألة هنا. يعني هنا ال Y داونستريم بالتنين ونصف. هفرد ال N بواحد واجيب ال S. هفرد ال N باتنين واجيب ال S. هفرد ال N التلاتة واجيب ال S. ال S ما تزيد لعنف جميع الأحوال عن ستة متر يا جماعة. دي اول حاجة. تاني حاجة. كنت بروح عمل اللي هوات ليومتري. ال L T. أنا بعد اما حطيت الحيطان والبغال. بحسب عرض المجرى للماء بعد اما حطوهم. بيساوي N في S زي N ناس الواحد في ال R. ال N اللي حسبتها. ال S اللي حسبتها. ال R تفرد. تفرد من واحد لواحد ونص متر. يبقى انا كده جبت ايه? جبت ال L T. مفروض ال L T تساوي من واحد لستة من عشرة ال B. اللي هو عرض المجرى الميدا. بعد كده بحسب حاجة اسمها ال CONTRACTION. ال ALFA. بقولي ان ال ALFA بتساوي area downstream. ناس ال area waterway على area downstream. الكلام ده يكون اقل من او يساوي نص. بمعنى ان البتديه اللي احصل بالمجرى الماء يكون صغير. ما يبقاش كبير. وفي اخر خطوة كنت بقولي البحث بال heading up. اللي هي بتساوي V downstream square على 2 G C square. افتح COS. area downstream على area waterway. كل تربية ناس الواحد. اتمنى الناس تكون بتكتب ورايا. ال V downstream اللي هي كتب بتساوي ال area down stream. Q على area down stream. والarea down stream بتساوي بي واي زائد زائد واي تربية. تمام? ال V down stream حسبتها. ال C ال CONTRACTION FACTOR. بيساوي 72 من مية لو اس اقل منها وساوي 2. 82 من مية لو اس اكبر من الاتنين واقل منها وساوي 4. و92 من مية لو كانت اكبر من الاربعة. يبقى كده جبت ال C. area down stream عندي. area waterway N S F Y downstream. يبقى بالحالة دي جبت ايه? جبت ال area. جبت ال heading up. ال heading up مفروض يكون اقل منه هو يساوي عشر صمتي. وده اول نوع من انواع المسائل. وده اسمه الهيدروليك دزاين. للregulator vent او vent regulator. تمام? تاني مسألة بحيواندس. ان الدكتورة تديك N S R وتقول لك شيك. يعني تديك ال N وال S وال R و Q. وانت مجرد بانتها تشيك بس. click velocity. click geometry. click contraction. و click heading up. تالت نوع من انواع المسائل انها تديك معادلة مانينج. معاملات معادلة مانينج تبقى given. معامل مانينج للخشونة N. S نقط المين للطولي للقاع يبقى given. فكيوب تساوي واحد على N. R ثلاثين قصص نصف في ال area. ال R نصف الكتر الهيدروليكي بيساوي A على B. ال area اللي هي area downstream. ال B اللي هي الواتد برامتر اللي هي بتساوي B. زاد اتنين ال Y جزر زد تلبيز زاد ال واحد. يبقى انا كده جبت. ال Q. بعد اما جيب ال Q اتحولت لمسألة زي النوعين الاوليين. تقال اخر نوع من المسائل النوع اللي قدام حضرتك ده. وده اهم نوع. ايه اللي قدام حضرتك ده? اللي الدكتورة ما تدكش يا N. الدكتورة اسف تديك N و S. و R. وتقولك انا عايز الماكسوم باسنج تسياري. يا باش مهندسي. انا ما عنديش اي حاجة تخليني اجيب التصرف. ازاي اجيب التصرف? تبدأ تفكر برا الصندوق. هي Q بتساوي يا جماعة. Q بتساوي. ايه الريا? في الريا داونستري. تبقى كيو بتساوي. اريا في الريا داونستري. طيب ما الريا عندي يا مهندس. بتساوي ايه? بتساوي بي وي زي زي دواية تربيع. الفي داونستريم اجيبها منين? لو فضلت الدعبس. ما قد ده ماكش غير حلين. يا اما اجيبها من فرض السرعة. وده غلط. يا اما اجيبها من فرض الهيدنج اب. طيب ازاي بيت مهندس? بقول لك ان الماكسوم هيدنج اب بقى عشرة. يبقى الهيدنج اب بتساوي. في داونستريم سكوير. على اتنين سي. على اتنين لي سي سكوير. ايه بتح كوس. اريا داونستريم. على اريا اوتر وي. كل تربيع نواصل واحدة. حلو جدا يا هندسة. كله معادة الفي داونستريم. جبت الفي داونستريم. ضربت الفي داونستريم. في الاريا داونستريم. كده جبت التصرف اللي هو عايزه. طيب المطلوب بالهيدروليك ديزاين للريجليتور. يقصد بالهيدروليك ديزاين للريجليتور ببساطة جدا يا جماعة. للريجليتور نفسها الجيومتري بروفايل تصممه. انو جيومتري بروفايل ثانية واحدة بس عشان. افتح لكم الجزء الخاص بالجيومتري بروفايل. الشكل اللي قدامكم دا يا جماعة هو دا جيومتري بروفايل. اللي قدامك دا دا جيومتري بروفايل. يعني ايه المطلوب منك يا باش مهندس. الهيدروليك ديزاين بتاع جيومتري بروفايل. انك تصمم الجزء ده. انك تشايك تشايك مركوليشن تشايك مركوليشن تشايك ثيك نس. انك تشايك استابيليتي إجزايد جريدياينت. فلا يدرك بروفايل ببساطة جدا اهو انا افل لكم دا يعني. عشان تفهمه المطلوب ده اللي هو ده اللي هو زين زي ما قلتلك الشكل ده وده اللي انا قلته تشايد كل حاجة بالنسبة طيب ازاي اصلا افرد اللي هو متري بروفيل السؤال اللي انت لازم تسأله نفسك ازاي افرد اللي هو متري بروفيل ده اللي هو متري بروفيل ايه ده بحكم اندس ده ده بالنسبة لنا شكله زي الهدار بالزبط بالزبط هو زي الهدار بس الفكرة ان انت محتاج تجيب حاجة جديدة فيه ايه هو الجزء بتاع البير فالليومتري بروفيل ده تاني مطلوب في الامتحان الليومتري بروفيل انك ترسمه الرسمة دي طيب ارسمها ازاي والله يا هندسة احنا عندنا مسافة ال واحد وعدكا عندنا مسافة ال بير وعدكا عندنا مسافة ال سكورينج يبقى انا عندي ال واحد ال بير ال سكورينج حلوة جدا انا مش مهندس عند السمكات عند ال تي واحد عند ال تي اتنين عند ال تي تلاتة وعند ال تي اربعة طيب انا لما جاب ده يا هندسة افضل ليومتري بروفيل زي ما كنت بابدأ في حالة الهدار ال ال واحد من تلاتة لخمسة متر ال ال بير بجيبها بدلالة ابعاد ال بير ايه الابعاد اللي بجيبها بدخلاتها يا جماعة ركز معايا عشان دي مهمة جدا اشتركوا في القناة ايه الابعاد اللي انا محتاجة اجيبها والله انت بتقول لي بشي مهندس ان انا عندي هنا انطرة الانطرة بتتكون من ايه الانطرة بتتكون من كبري وبتتكون من 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 وبتتكون من وبتتكون من خد بالك انا عندي واحدة بس هنا انطرة واحدة هنا اللي هي دي وعندي هنا انطرتين اللي هي دي وهي دي ملاكش دعوة بالمنقطة ده الحيطة هنا كانت لكن الطبيعة ان هي تبقى عندنا في المسائل بوكس طيب في الحالة دي يا باش مهندس لو انا قلتلك عايز اجيب ال ال بير تتحسب ازاي ببساطة جدا بفروض هقولك اللي هو عرض الطريق كله ومتر من البداية لحد بداية المين جروف وعرض المين جروف ستة من عشرة وبعد كده متر ما بين المين جروف والامرجينسي جروف وعرض المين جروف أربعة من عشرة بعد كده متر وبعد كده الدوران بتاع الباغل اللي هو قرع الاتنين ده كده ناحية الشمال طيب الناحية المين والله انا عندي هنا متر بعد كده عندي اربعة من عشرة بعد كده عندي متر بعد كده الدوران اللي هو قرع الاتنين لو جيت لألخص اللي انا قلته ده يبقى زايد متر مين ومتر شمال زايد ستة من عشرة مين زايد اربعة من عشرة شمال زايد متر شمال زايد اربعة من عشرة شمال زايد متر زايد القرعة على الاتنين زايد متر يمين زايد القرعة على الاتنين تاني يبقى اللي بير بتساوي عندي متر يمين ومتر شمال بعد كده عرض الامرجنسي عرض المين جروف هنا ستة من عشرة والامرجنسي هنا اربعة من عشرة بعد كده بعد المين جروف عندي متر بعد كده عندي الاربعة من عشرة اللي هي الامرجنسي بعد كده عندي متر كمان بعد كده عارق على الاتنين والناحية التانية عندي متر بعد الامرجنسي وعارق على الاتنين هتجي تحسب الكلام ده هتلاقيه حسب معاك كم متر هدي متر اتنين تلاتة اربعة خمسة زائد هيبقى زائد خمسة متر زائد ستة من عشرة زائد اتنين فاربعة من عشرة زائد ار يبقى ملخص ال ال بير زائد خمسة متر زائد واحد واربعة من عشرة اللي هي الستة من عشرة زائد اتنين فاربعة من عشرة زائد الار. يبقى ملخص الاخر. يبقى زائد ستة واربعة من عشرة زائد الار. يبقى انا كده اجبت الالبير. يبقى انا كده اجبت الالبير. يبقى انا خلاص كده ابتش مهندس. معي الالبير. وفضلي الالسكارينج. عشان اجيب الاسكارينج يا جماعة. اجيبه ازاي? الاسكارينج ببساطة جدا. بحسبه بدلالة الاسكارينج ايكيوشن. طيب الاسكارينج ايكيوشن حاجة من الاتنين. ايه ادي الاسكارينج. يتقولي ال جامب. يتقولي القانون بتاع بوينت ستة واحد سي بي جاز ريتشيس. طيب تعالي نشوف الال جامب. ايه اللي عندك يا باش مهندس. انا فتحت الفتحة دي فتحة جزيه. الواي اتنين معي. اللي هو الواي داونسترين. الواي واحد مش معي. طيب اجيبه ازاي? هقوم اقيله. ان الواي اتنين. واي واحد على واي اتنين بتساوي. نص جازر واحد زائد تمانية فرويد. اتنين تربية نواصل واحد. الفرويد اتنين تربيع بيساوي في تنين تربيع على healthy في ايه اللي في الواي اتنين. الواي اتنين بايه? يقوي على الايريا. يبقى Quee جبت الواي اتنين. ومعي Fruid number 2. اروح اجب من هنا الواي واحد. جبت الواي واحد بقي تمام. بقى معي واي واحد واي اتنين. يبقى القتل جامب بتساوي Y2 ناس واي واحد. يبقى القتل جامب basesatพ proves وي اتنين نبيس الو واحد. ده كده اول قانون بجيب منه والسكورين. تاني قانون بوينت ستة واحد. سي بي جزر اتلس. بوينت ستة واحد. سي بي. القانون ده. بس دي هتبقى اتلس. والاتلس بتساوي يا جماعة. الاتلس بتساوي. الابستريم هاي ووتر ليبل. ناقص. الواي كريتكال ناقص البيز ليبل. طيب الواي كريتكال. الواي كريتكال والله هندسة بتساوي. الجزر التكعيبي. الكيو تربيع على لي في البي تربيع. معاك البي. ومعاك اللي. حسبت الواي كريتكال. ومعايا البيت ليبل. ومعايا الهاي ووتر ليبل في الابستريم. حسبت الاتلس واجيب الالس. دايما اللي جمبك تيجي. بدلالة اللي هيدرولي الجمب. طيب بعد اما خلص كده يا جماعة خلاص. انا كده عرفت ايه? عرفت الواحد بخمسة. عرفت ال بير. وعرفت ال سكورينج. نفترض انها تلاتة وتلاتين. اربعين. عشرين. خمسة وعشرين. حسب بيطلع. طيب نبدأ نفرد السمكات الرقصية. والله هندسة انت كنت بتقولي ان انا عندي اربع سمكات. تي واحد اتنين تلاتة اربعة. كنت بفردهم كده. التي واحد بواحد متر. التي اتنين من اتنين لتنين ونص. التي تلاتة. من واحد لواحد ونص. والتي اربعة. بفرده من واحد لواحد ونص من التي اتنين. فهو هنا قالك التي واحد بمتر. والتي اتنين باتنين متر. التلاتة بواحد ونص. واللي اربعة واحد ونص تي اتنين بتلاتة متر. طيب المسافات الافقية دي. دي فرد. بمعنى والله انا افرد دي خمسة. فهاخد جزء منها التلاتة وبعد كده اتنين لحد مبلغ البير. فبقيت هنا تلاتة. بعد كده عندي تسعتاشر وسبعة. بعد كده عندي الجزء اللي هو قبل تغيير السمك. طيب قبل تغيير السمك. المسافة دي كام براحتك. انت والله يقايل ان دي اربعة وعشرين متر. فانا ااخد دي اتناشر. واخد المسافة دي احداشر. واخد السمك ده واحد. حسب ما انت عايز. زي الهدار بالزبط. يبقى انا كده تاني خطوة في الحل. خطوة فرض الابعاد بعد الاسكورينج. طيب اللي بقى اعمل كده عشان اشايق بركوليشن. كنت بشايق بركوليشن ازاي يا جماعة? كنت باقول ان اللي بركوليشن عبارة عن في الاتش ماكسموم. السي ب لاي بخمستاشر. الاتش ماكسموم تطلع زي ما تطلع. طيب الاتش ماكسموم تيجي ازاي? تيجي من اربع حالات. تلات حالات تشغيل وحالة الصيانة. حالة الصيانة في حالة حالة الصيانة في حالة بتيجي ازاي? بتيجي من تاني. اه آسف. طيب ليه بقولي? ليه بقولي? لان ببساطة جدا انا جماعة انا ما ينفعش اعمل حالة صيانة والانطارة شغالة بمنسوب عالي. فانا بستنى المية لما تهدى وبعد كده اعمل حالة الصيانة. طيب ما تدنيش بشتغل بالمنسوب اللي هو مدهولي. بشتغل بالمنسوب اللي هو مدهولي. تمام? بان انا جبت كده الاشي ماكسوم. جيب دربتها في السيب لاي طلع الرقم ده. ابدأ اجمع بقى. اجمع راسي وقفه جيه. ازا كايني شغالها الدار. هنا واحد. هنا تلاتة. وهنا واحد. هنا خمسة وعشرين. هنا تمانية وعشرين. هنا واحد. وهنا نص متر. وهنا واحد ونص متر. وفي الاخر واحد ونص متر. طلعت الاكشوال باربعة وستين. وطلعت السيوريتيكال بتلاتة وستين. في الحالة دي. يبقى انا مش محتاج اي شيط بايل. يبقى السيوريتيكال. اقل من الاكشوال يبقى انا سيف. بس عشان ابدأ اكمل. انا قلت لك ان اشغالها الدار خلاص. عشان ابدأ اكمل. فانا محتاج السي بي اكشوال. السي بي اكشوال اللي بتسوي ايه? اللي بي اكشوال عليكش ماكسومل. زي ما انا كنتشغل في الهدار. جبت الرقم ده. ابدأ بعد كده ارسم الى ابليفت دياجرام. عندي كم نقطة? واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. وابدأ احسب بتاعهم. وابدأ اجيب الاتش اي. وبعد كده ارسم الابليفت دياجرام عليهم. طبعا الابليفت مش يبقى بالشكل ده. هيبقى الابليفت متعرج. لان القاعدة متعرجة. يهو العشرة نقطة هم. الاتشنت. تمام? طيب بعد كده اقدرش هيكسيكنس. هاخد القطاع ايه ده? هاخد القطاع هنا. اللي هو بعد الانطارة مباشرة. وهاخد القطاع ده كمان. فطبعا لو ده سيف هو ده سيف فانا سيفت. طب اقولوا هيكسيكنس بيساوي ايه? واحد وتلاتة من مية واحد وتلاتة من مية تلات على الجامرة ماتيري للنص الواحد. الجامرة متيري لو نص الناس الواحد. طلع اكلم تي تلاتة? يبقى تلاتة. اقل اكبر متي اتنين. يبقى انسيف. تلاح اقل مني وبقى سيف. ونفس الكلام في القطاع لا. طيب. لازم تترسم بفلونت. ارسم بفلونت. تمام مش. الصورة واضحة. كانت الصورة معلاقة بس. تمام. ارسم ان دروب. اه اللي هو ارسم بفلونت. وقدر احسب بالطريقة اللي احنا عسبناها في الهدار.